مرحبا بكم عندنا اليومان اللي نوضع بكم اتشكيل جديد للمنازل صديقة البيئة والموضطة للزلازل اللي هم على شكل توم اللي هي تقنية كتكينة في بزاف تيلة دول العالم والحمد لله احنا عجبناها دبا المغرب ولقت اقبل كبير معنى بزاف ديال الناس وهذا الشي اللي اشقدنا لكم يجو عندنا اليومان مرحبا بكم هادو منازل تكلوفا ديالهم اللي هي قليلة بزاف الفين وخمسمية متر من المتر كاريك المتر مربع هادو كتشوفهم هورا هي تقريبا ستا لست متر ويستة وثلاثين متر القيمة ديالها تسوعة تل مليون سنتيم وكاننا في متناول الجامع ومن حواج اللي كيسولون عليهم بالناس بزاف كيفاش هما مضادين الزلازل بحكم الصدفة احنا كنا بنين هادو المنازل قبل وفجز الزلزال وكانت رحموا لقع الشهداء والناس اللي ماتوا في الزلزال والله يحفظ بلادنا يربي فذيك الفترة كانت سبحان الله العظيم بالصدفة ان جربنا بها هادو المنازل وما كانوش فعلا كانوا مضادين الزلازل كما كيسولوني الناس بزاف كيفاش هترجتنا هادو الفكرة جاو عندنا المهندسين ديالنا في الفريق ديالنا التقني هما اللي دخلوا هادو الفكرة هما اللي كيجو كيديرو لك الدراسة ديال منتقافين غادي حطول لك هادو المسائل وهم كيتبنانوا بالحديد ودك صندويش باني لهو اللي كي يعزل الحرارة والرطوبة عندنا جوج النواع اللي كنديرو واحد البلايس الحرارة وواحد البلايس اللي كيكونوا ورطبين والمساحة ديال هادو المنازل كيما قلت لكم كانت نقلو عندك لأي بلاسة بغيتي كان ديروا الدراسة ديالنا وكانقول لكم وماشي بالضرورة تكون مساحة كبيرة يعني تقدر قاعد تكون عندك فيلا متعلان وفي الجردة ديالها نقدروا نبنيو لك جوج ولا ثلاثة من هادو لانا ما كياخدوش مساحة كبيرة وعاوتني بالعكس لو بغيتش مساحة كبيرة ممكن نبنيو هالك ما عندناش مشكل زع ما ماشي شي حاجة اللي صعيبة وفي الاول كان اقبال كبير من طرف الاجانب والحاليين دابا كنت صارت كبار والناس اللي كييجوا عندنا بزاف مغاربة حاليين ما في الاول كانوا الاجانب اللي عجبتش مهند الفكرة حتي جا عندهم في البلدان ديالهم ودابا كين اقبال كبير عليها من طرف المغاربة ديالنا مديو بار باشزة مديو بار باشزة ترجمة نانسي قنقر